فاز مرشحنا دونالد هكذا كان مشهد التفاؤل الروسي في فتح صفحة جديدة للعلاقة مع أمريكا قبل عام ونصف العام تقريبا تبدد التفاؤل اليوم لم تكن كافية رغبة الوافد الجديد إلى البيت الأبيض لبناء علاقة سليمة بعيدة عن التوتر بين البلدين ثبت للعالم أن الوعود الانتخابية فيما يخص السياسات الخارجية في أمريكا لا تنفذ الناتو وصل توسعه شرقا باتجاه الحدود مع روسيا نجحت ديمقراطيون وسقور الجمهوريين في محاصرة وعود ترامب ومنعه من تحقيق تقارب مع موسكو اتهم الرجل بعلاقة مع روسيا تمس الأمن القومي الأمريكي فبات كمن يسير في حقل ألغام وتحت الضغط المتزايد من اليمينيين زادت الإدارة الأمريكية حجم عقوباتها على روسيا بل وضغطت على دول أوروبية لفرض عقوبات أيضا باتت علاقة البلدين في أسوأ مراحلها منذ ثمانينيات القرن الماضي هكذا وصفها رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيدف يدرك الكريملين أن أزمة العلاقة ليست في البيت الأبيض فيؤكد مدفيدف أن الأزمة لا تكمن في العلاقة الشخصية مع ترامب إنما في القرارات المتخذة فهي تنقل علاقة البلدين إلى العداء المباشر عداء ينسحب على ملفات تتداخل فيها مصالح واشنطن وموسكو في الملف السوري يرى الكريملين الوجود الأمريكي غير شرعي فيما ترى واشنطن أنه بات ضروريا أن تسحب روسيا قواتها من سوريا خلاف يمحو من الذاكرة اتفاق الطرفين على محاربة داعش وكما لكل فعل رد فعل جاء الرد الروسي على تصرفات إدارة ترامب إذا الملف الكوري الشمالي وزير الخارجية سيرغلافروف وصف سياسة البيت الأبيض بالاستفزازية في شرق آسيا كذلك انسحب الخلاف على موقف ترامب من الاتفاق النووي مع إيران واقع يوحي بأن روسيا تعلم أن البيت الأبيض لم يقم بعد بصياغة نهج واضح تجاه روسيا وما يجري يقوم على تجنب ترامب الوقوع في فخ معارضيه ومن هذا المنطلق يرى رئيس الوزراء الروسي أن المسألة تكمن في ضرورة إجراء حوار متكامل حول أهم وأبرز المواضيع الخلافية بين البلدين